عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مساء أمس لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغادية بمنطقة شرق بورسعيدة وأكد مدبولي خلال الاجتماع مواصلة المضي قدما في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للتوجهة المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للمنطقة بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في الصناعات المختلفة